في بداية فتحك للبرنامج مبدئيا فهو يحتوي على واحدة اللي هي تحتبر عندك الروت مبدئا انا قمت بحثفها حتى نبتدي من الصفر فاول خطوة مثل ما قلنا نقوم بعمل ثم ذلك بعدها نعمل او العملية عكسية في ما بينهم ما في عندنا اي مشكلة لكن عموما انه نحتاج في كل مشروع نقوم بعمله لازم انه ينضوي ضمن اي بي اس معينة وضمن او بي اس فحتى قم بفتح اي بي اس فمبدئيا انه تقوم بالذهاب هنا ثم ثم مع ذلك تدخل على اي بي اس او يمكن انه تحتمد هنا على شريط الادوات ويمكن تذهب هنا على هذه الايقونة اوكي وتنظر عليها ضغطة واحدة الان مثل ما تلاحظ انه ما في عندنا اي بي اس لانه سابقا نقوم بحذفها اه يمكن انه تحتوي لك انت بشكل افتراضي على واحدة اللي هي تحتبر في الاساس عندك الروت اوكي فالان نستطيع ان نقوم باضافة اي بي اس اعطاها المعلومات الخاصة فيها اللي هنا معلومتين اساسيتين اول شيء الاي دي الخاص فيها والاسم الان ما هو الاي دي وما هو الاسم الاي دي اللي هو انت راح تبدي تستخدمه ضمن البروجيكت اه الخاص فيك الان كل عنصر انه تقوم باضافته سواء كان اي بي اس او 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 اكتيفيتي او اي شيء الى اي دي يونيك اي دي مختلف تماما وانت تقدر تسميه باي جزء باي اسم معين لكن الاسم اللي هو راح يبدي يظهر عندك على سبيل المثال اللي تلاحظ انه عندي الان مثلا هذه الايقونة اد او هذا البوتن هذا البوتن اللي انا اشاهته هذا التكس هذا يحتبر ايش نحتبره نحتبره الني مثلا اما انه اسم اللي يستخدمه المطور حتى يتعامل معه اللي هو الاي دي تمام فراح اقل له اد راح يبدي يضيف ليه مبدئين هو راح يجيك بهذا الشكل على شكل تايبل فيو فاستطيع انه اعرضها على شكل تايبل يعني على شكل جدول اعطي اعطي الاي دي والني او يمكن ان اقوم بالتغير انقر اقل كايما او انقر هنا على هذه التاق ثم على ذلك اغير الى تشارت فيو فيمكن تكون عندك تشارت فيو بهذا الشكل او يمكن انه تكون عندك تايبل فيو اوكي الان مبديا انه نحتاج الى اعطاء اي دي ونحتاج الى اعطاء ايش اعطاء النيم الخاص فيه فالعان على سبيل المثال راح نقول انه الاي دي مالتنا هو عبارة عن روت او خنقول انه كل اي دي راح نبدي نعطيه نفس الاسم لكن نبديه باندرسكور اوكي ممكن تعطي اسماء باي نظام انه انت تريده والاسم الخاص فيه راح يكون هو عبارة عن روت اوكي نحتبره الجدر اقوم باضافة واحد جديد طبعا مبدايا راح يبدي ينضوي ضمن الروت اكيد فاعطي اسم خاص فيه اه ليكون هو عبارة عن مثلا اه اندرسكور اي والاسم الخاص في اي مؤسسة اي ثم مع ذلك اضغط على اد ابدأ اضيف اخر انقول عندنا بي ثم هنا بي اوكي ونقوم باضافة سي اندرسكور سي وايضا هنا عندنا سي تمام الان اريد انه اضيف اضيف داخل الاي صب فكيف راح يبدي اضيفها اضيق له هنا انا اد اوكي ثم بعد ذلك هذي اللي موجودة هذي مثلا نسميها عندي اه اندرسكور اي ون اوكي ثم بعد ذلك هنا عندي اي ون هذه اريد ابدي ادخلها داخل الاي يعني تصبح صب بالنسبة للاي فكيف راح يبدي اعمل هذا تلاحظ هذي الاسم اللي موجودة عندك امامك هذا الاسم للأعلى والاسفل تستطيع انه تنقلها للاعلى والاسفل اضغط هكذا راح يبدي انقلها اضغط هكذا تبدي تنزل عندك للاسفل اما اذا عملت لها انه تشفتها تعمل لها شفت للرايت فمعناها راح تبدي تدخل عندك داخل ايش داخل الاي فالان لو تلاحظ اصبحت عندك صب بالنسبة الى الاي وهكذا لو تبدي تدخلها داخل هذه الاي وتعمل اد اوكي فرح يبدي يضيفها فعملت لها شفت تورايت فرح تبدي تدخل عندك داخل الاي مثلا انا اعطيها فيها الاي دي لتكون عندنا اي تو وبالنسبة للاسم راح هابدي اقل لايش عندي ادي اي تو فهكذا انه تستطيع انه تقوم باضافة او حذف حتى تحذف طبعا تعمل دليد او يمكن انه تعمل كوبي اوكي وبيس اله الان بشكل مباشر عموما هذي المعلومات تستطيع انه تقوم باسنادها بشكل مباشر داخل التايبل او يمكن انه هنا بشكل مباشر تعمل لها اي بي اس اي دي او اي بي اس اي دي او اي بي اس نيم لاحظنا انها يجدقي لك ال المانجر اللي موجود عندنا اللي هو ايش يمثل لك يمثل لك الاو بي اس الان حاليا احنا لم نقوم في عملية تعريفة راح نعرفها في الدرس القادم وراح نعمل لها بشكل مباشر الى ال اي بي اس اوكي الان لو تلاحظ انه انه يقوم بتغييره الى راح يبدي نعرض وعدي بهذا الشكل لاحظ انها زوم عليك يعني انقرك لكيمن واقل هنا اعدي زوم ثم مع ذلك اقلها زوم يعني الى الفيت لاحظ هنا لو تلاحظ هذا عند اصبح عندك على شكل تشار طبعا يمكن تعمل عليه بهذا الشكل تعمل عليه كولابس تنقرك لكيمن قلها زوم زوم اوت اوكي هكذا لاحظ المعلومات اللي يدي يعرضها لك هنا ايش هي تتضمن لك تتضمن لك الاي دي هذا الاي دي ثم بعد ذلك الاسم ثم بعد ذلك عندك الاو بي اس الان كل هن اللي موجودات بشكل افتراضي ياخذين بي اللي هو الاو بي اس الافتراضي اوكي فالان مثلا اذا ردت انه تعرض غير امور داخل هذا التشارت كيف راح تبدي تعرضها فكلش بسيطة يمكن ان تنقرك لكيمن ثم بعد ذلك تذهب الى التشارت بوكس تيمبلت الان مثل ما تلاحظ هو بشكل افتراضي يكون عندك هكذا او بي اس فراح اقول لك كوستومايز اوكي ثم بعد ذلك اقوم بتغييره هذا الحق اللي موجود عندنا مثل ما تلاحظه استطيع ان اقوم بتغيير الوث يعني من هنا اقوم بزيادة الوث هكذا اوكي او لا انه استطيع ان اقوم باستن تغيير يعني بدل انه يكون عندك ال يمكن يقوم بحثة او اضافة يعني جزء اخر فمثلا يقوم باضافة جزء اخر قلنا هنا نآد ولو تلاحظ هنا جلب لك جميع الاوبجيكت او الموجودة عندك ضمن البرنامج يمكن انه تعرضها هنا داخل هذا الصندوق فراح ابدأ انا احتفظ بالاعدادات الافتراضية ولكن ما يبدأ ان ذا ردت انه تضيف او تعدل على اي شيء اه موجود عندك ضمن هذا التشارت فبكل بساطة تقوم بالتعديد ثم ذلك تضغط على اوكي لحتى تبدي تحتفظ في الاهدادات اوكي مبدئيا هذا يما رح تكون عندك مفتوح انه هذه خاصة في البروجيكت لكن عموما يمكن انه تقوم بفتحها من خلال النقر هنا على بروجيكت اوكي يمكن خلينا نغلقها رح تكون عندك بهذا الشكل تذهبونا على الان قمنا بتعريفها بهذا الشكل اريد ابدأ اعرضها كيف اعرضها اضغط على بروجيكت او او لا بشكل مختصر انقوم هنا بشكل مباشر على بروجيكت رح يبدي يفتح لك البروجيكت فعليا الان لو تلاحظ انه ايش انا عندي عدي روت رئيسية اللي داخلها اي بي سي الان لو تلاحظ انه يعطي اي دي وهذا عندي ايش هذا عندي الاسم اوكي ثم لو تلاحظ انا ايش عندي داخل الا اي ادي صب اي وان اي تو الان اريد اقوم بترتيبها يمكن اعيد ترتيبها على الاسم يعني على الاي دي او على النام لو تنقر اكليك يعني على الاي دي مثلا بهذا الشكل راح يبن المفروض انه يقوم في عادة ترتيبها على الاسم الاي دي يمكن اقوم بعرضه على شكل chart فيمكن انه نقل هنا اه اه ننقر هنا على هذا ال tag ثم بعد ذلك نذهب الى اوكي يمكن انه اقوم بعرضه على شكل chart ما نستطيع انه نعرض ال البروجيكت على شكل chart اوكي نستطيع انه نقوم بعرضه WPS على شكل chart فعموما كل شيء الان تمام بالنسبة لي في الدرس القادم راح نبدي نتعرض الى كيفية تعريف الاو بي از اعتقد ان هنستطيع ان اقوم بعرضه على شكل اوكي هذي تشارت هذا هذي الايقونة اللي موجودة عندنا هنها تشارت فيو الان لو تلاحظ ان عرضت عندك على شكل تشارت يمكن ان تعمل عليها زوم زوم توفت اوكي الان لاحظ مثل ما قمنا بتعريفها موجودة عندك بهذا الشكل طبعا الى بي از راح تبدي تكبر عندك وبالتالي تحتاج انه تعرضها على شكل تشارت حتى تتبين عندك كل شي موجودة عندك ضمن ال اي بي اس